لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد كل هذه العوام هذه الوجوب تكلمنا كثيرا عن محتوى الدستور الملغوم اللي فيه مواد ملغومة غامضة قد تأتي على طرق أخرى فيه كثير من المطبات التي قد تهدد الوحدة الطرابية الجزائر وكثير من الأمور أيضا فيها انقلاب على مبادئ الدولة الجزائرية وفأولها الإسلام آم إذا كان إنتحدث تغيير من المفروض تقول الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والمصدر التشريع يعني كيف الدين الرسمي وحتى التشريع ما يكونش إذا كان هو دين رسمي الإسلام فيه شريعة وعقيدة الدين اللي فيه شريعة وعقيدة مش دين لاهوتي ليست فيها عشرائع لا فيه شريعة إذا كنت الإسلام دين الدولة معناها التشريع يكون من الإسلام ولكن أن ترفض هذه الكلمة وتتعامل مع الدين كأنه لاهوت وبعد ذلك تأتي تلك المواد اللي تتعلق بحرية العبادة وكذا وكذا وكثير من الأمور نحن لسنا ضد الحريات ولكن مع تقنينها وفق القوانين التي تتماشى مع الدولة يجب الدستور أن يكون كأعلى وكمرجعية يكون واضح ويكون مواد بيّنة ويكون يجمع لم شمل كل الجزائريين ولا يفرقهم وبعد ذلك تأتي القوانين الأخرى التي تخضع إلى كثير من المعطيات والمستجدات والظروف أوف هذا هي الأمر الذي يجب أن يكون إذن الذين يؤيدون هناك أيضا من عوام الناس يؤيدون هذا الدستور وقلت نعم أنا قلت نعم للرئيس الرئيس منتخب مدام جاب هذا الدستور إذن قل نعم لا يا أخي الكريم أنت قلت نعم للرئيس انتخبته والرئيس قال لك استمعت لي قال لكم قوموني إذا أخطأت إذن وهو نزلك الدستور أنت تقول لا ونعم إذن مدام أنت تطيق في الرئيس على شه نزلك الدستور يروحي ألف الدستور ويجيب وحط حي خلاص يجيب وحطه للجزائريين وقل له ما هيا خلاص ها هو دستور استاذ رئيس الجمهوريين لا أبدا مدام نزلوا جزائريين إذن يجب أن يكون لديكم دعوا العواطف جانبا دعوا الشعارات الرنانة والطنانة جانبا أن هذا الدستور لأنه بركة فرنسا معناها نرفض لا ليس هذا معيار ومدام بركة هذه الوجوه التي تحدثت لكم وهذه النماذج وتوجد كثير ليس لن ندينا الوقت أن نحكيها مدام هذه الوجوه بركة معناها نحن ضد الله نحن ضد هذا الدستور من حيث الموضوع ومن حيث الشكل وأيضا من حيث أنه أصبح رهان عصابة معينة بدأت تتجدد وتتعدد وتتردد وقد نراها يوما ما في البرلمان وتعود من جديد وكأن يا بوزيد ما غزي هذه هي الإشكالية التي يجب أن تكون أنا أعتقد البعض يتكلم مثلا على بيان على ما قلت تصريحات شانجريحة 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 مجلة الجيش زكت الدستور وهو الذي انتقدناه كلمة فريق شانجريحة السعيد شانجريحة أيضا لم تقل اذهبوا وقلوا نعم قال يوم تاريخي وكذا 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 مثل هذه الأمور وأعتقد أنه نحن أيضا نقول أنه يوم تاريخي ولكن ندعو إلى رفض الدستور أيها الجزائريون كل النخب في المقابل كل النخب من علماء ومفكرين وخوراء قانونيين ودستوريين كلهم دعوا ما يكاد يكون بالإجماع فيما بينهم دعوا إلى رفض هذا الدستور لأنه فيه ثغرات قانونية لا يمكن أن يراها العوام لذلك أنا دائما أقول بأنه من المفروض الورقة الدستورية أو الوثيقة الدستورية لا تطرح على العوام من المفروض يشارك الناس عن طريق ماذا يشارك عن طريق برلمان مثلا ينتخب ناس شخصيات لديها وزنها ولديها ثقالة وهم الذين يناقشون ينتخب نخب حقيقية في البرلمان وهي هم الذين يعدون الدستور هم الذين يناقشون هنا الناس عوام ينظر هكذا يأتي أي واحد قد يدغدغ له مشاعر وقد يقول لا قد يقول نعم لكن الحقيقة يجب أن تستمع إلى الخبراء خبراء القانون خبراء السياسة خبراء الفكر كلهم يؤكدون أن هذا الدستور ملغوم وأعد بسرعة وفي ظروف غير مواتية ويجري تمريره بشكل مرفوض وغير مقبول وغير عقلاني أيضا ومتسرع جدا قد يكون سلطاني وأن السرعة التي بدأ بها سيد تبو ممارسة مهمه قد صادقا فيما يقول إخواني الكرام هذه النقطة التي حبيت أثيرها اليوم تحدثت لكم عن الأشخاص والوجوه التي تؤيد هذا الدستور ولذلك نقول أن رفض الدستور هو الخيار الأفضل والخيار الأنفع والخيار الأشفع للبلاد والعباد أما تمريره إن مررته أقلية فهي كارثة وإن قاطعت الأكثرية هذا الدستور معناها أن الأقلية التي ستذهب وتنتخب هي ستمر الدستور وهذا خطأ جسيم اذهبوا إلى صندوق الاقتراع قولوا لا لهذا الدستور إن زورت السلطة ستكونون جميعا لها بالمرصاد معناها أن حكم العصابة ما زال قائما أن النظام ليست لديه أدنى استعدادات للتغيير نحن وفقنا في المصار باركنا المصار لأنه كان أأمن كان القيد صالح هو الضامن رحمة الله عليه بعد الله تعالى رحل إي ربي الآن المعادلة تغيرت وأشياء وقعت لم تكن في الحسبان يجب أن نتعامل مع المستجدات بروح واعية وروح وطنية ودون ذلك فالجزائر في خطر شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم في مداخلة أخرى وما زال هناك الحديث الكثير الذي سنتحدث فيه بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله